اشتركوا في القناة وليس بصاحب عبودية لا أنت تعبد نفسك أنت تعبد الهوى ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إله هواه إلهك هو الذي يصيرك أنت حينما تعبد غيرك من معظم تعبده لشيء في نفسه فتحول من نفسه إلى نفسك أنت فعبدت نفسك ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما يدعو الناس إلى عبوديته يريد أن يحررهم من معبودي من عبودية غير الله عبودية الهوى ولهذا أعظم حرية للإنسان هي عبودية الله جل وعلا والتجرد من بذل شيء لغير الله سبحانه وتعالى